في البيضاء لا جديد الا القتال واستمرار المواجهات التي تزيد من خسارة الميليشيا بعد ان وجهت بمقاومة عنيفة من قبل الاهالي منذ قدومها الى المحافظة لا يمر يوم الا ويحمل معه اضافة جديدة لقائمة طويلة من قتل الميليشيا خلال عام من المواجهات مصادر ميدانية افادت بمقتل ثلاثة من عناصر الميليشيا اثر استهداف طقم عسكري بعبوة ناسفة زرعتها المقاومة الشعبية في منطقة الروضة عند المدخل الشرقي لمدينة البيضاء مركز المحافظة وبحسب مراسل قناة بلقيس فان الميليشيا قامت بعمليات دهم للمنازل واختطفت اكثر من عشرين مواطنن من ابناء منطقة الروضة وكانت المقاومة الشعبية قد حققت تقدما في العديد من الجبهات في الفترة الاخيرة الامر الذي دفع بالميليشيا الى الاستماتة في محاولة منها لتحقيق اي انتصار معنويا امام الضربات الموجعة التي تلقتها وتعد البيضاء من اهم الجبهات في خارطة الحرب ويذهب البعض الى اعتبارها مفتاحا للانتصار الشامل واعادة الشرعية للبلاد اشتركوا في القناة